يقول فضيلة الشيخ أفرقكم الله من حلف على نفسه أنه لن يحدى النظر في والديه ثم حنيث في ذلك فما حكمه من حلف على نفسه أنه لن يحدى النظر في والديه ثم حنت فما الحكم فيه طيب الشيخ أقول أنه يكفر كفارة نعم لكن ليش يحرج نفسه بهذا الشيء لا يحرج نفسه بهذا الشيء لكن لما حلف أنه ما يفعله فعله كفر عني منه نعم